صحيفة الجزيرة والزميل الإعلامي طارق العبودي فإن وقد ذكرها بشكل عام في تفاصيل العنوان أنه كشفت مصادر صحيفة الجزيرة أن إدارة هلالية رفعت كامل أوراق اللاعب عوض خميس للجنة الاحتراف باتحاد الكرة لإعتمادها بعد أقل من 72 ساعة من توقيعه للهلال بمعنى أنها موثقة هذا اللي يفهم بشكل مباشر من نص الخبر قد يكون فيه تأخير في لجنة الاحتراف استقبال معاملة مثل هذه بحكم تغير رئيسها في لبس في تأخير ممكن يسر ما وثقتها ربما طيب بالنسبة للعقوبة اللي ربما كذلك تلحق بالنادي النصر في حال أنه كان هناك توقيع فعلا عقد أو ازدواجية توقيع عقد فإنه حسب المادة الحادي والخمسون فيما يتعلق بالعقوبات على النادي فأقرأ فيما يتعلق أو في ما يخص الجانب النصراوي المادة 51 تقسيم 1 تقسيم 5 مع الوقت لا سمحها في حال أنه كان فعلا توثيقه من هذه الهلال بالمناسبة القضية لن تنتهي الآن نعرف أنه الطرف الثاني اللي هو الهلال يلعب اليوم مبارات في عمان ضد فريق إيراني مبارات أسيوية خارج البلاد يعرف الجميع الشيء هذا وبالتالي لم نسمع أي تعليق من أي مسؤول هلالي لأنه يبدو أنهم مركزين على الامبارات وهذا حق من حقوقهم يمكن ما يتعارض بو فرعت لا تغلق الباب نحن نفتح الباب المسؤولين سواء في نادي الهلال أو نادي النصر يتدخلون إن كان هناك أي توضيحات حابين أو إضافة حابين يضفونها على ما قيل حتى الآن ما استكملت كلامي لكن بمجرد عودة نادي الهلال للرياض أنا مدري عن مدى قرب مرات الثانية الأسيوية ولكن يتوجب على إدارة الهلال توضيح المسألة للناس بشكل عام والجمهين للهلال بالتحديد أيضاً ما يمنع أنه يظهر أحد من لجهة احترافي يوضح قانونية المسألة أو أحد مسؤولي يظهر من لجهة احترافي يوضح أبي يزنت أنت تأيد أبو فرح هنا عبدالوهاب أبي أعلنه يتم تصعيد الموضوع من نادي الهلال لا مو تصعيد لا أنت فاهمتني غلط حتى أفهم كلامك لهذا لا لا لازم توضح أنت في الوقت ما يرجع الهلال من مباراته أنه راح يكون في استكمال لازم توضح أنه نسألة من جهتها لأنه نحن قاعدين نناقش مسألة نحن بالنسبة لأ تصاعد خلنا قولك شيء أنا بالنسبة لي قاعدة نناقش موضوع مبهم الآن يا علي أبي عبدالوهاب فيه على حساب نادي الهلال الآن يعني قبل ساعة تقريبا فيه تغريدة أنه خلال الساعات الجاية حيكون فيه توضيح للموضوع خلينا نفصل فيما بين العمل الفني وبعثة نادي الهلال في عمان اللي اليوم يدخل براءة سوية وفما بين العمل الاحترافي والإداري والقانوني اللي مفروض يسير في هذه القضية يجب أن يكون فيه فصل في الموضوع لا يجب أن إدارة الهلال فعلا تتحرك في الموضوع وهذا عمل إداري احترافي بالتالي أنت عندك جمهور عندك إعلام عندك ردة فعل حول اللي حصل لا يمكن أنك تجلس تتفرج وتقول لا الوضع طبيعي لازم يكون فيه توضيحات لازم يكون فيه القضية حين وصلت وثق ما وثق كل الأمور هذه حتصدر فيه بيان وليكن يعني قد يكون توقيته أنه بعد المباراة بغض النظر نتيجة المباراة إيش هيسير لكن إذا يشعروا أنه فيه تأثير مثلا على الفريق ولكنه العمل في الأخير ماشي ممكن يتأخر إلى بعد خاصة المباراة الساعة ستة ممكن ساعة تسعة عشر بالليل يصدر بيان الهلال يوضح فيه كل التفاصيل كل الأشياء هذه وهذه خطوة احترافية إدارية مقبولة ونتفهمها بالعكس لو ما حصل توضيحات بالأخير على ما تستفهم كبير جدا ليش ما حصل أي توضيحات وإن أيضا الهلال ذهبي لأنه ممكن يكون بكرة أو بعدها هو بالأخير المعني في الموضوع ولكنه قال حيكون فيه توضيحات خلال الساعات القادمة هذا الموضوع يشعرك بردة الفعل أنه حيكون فيه تبرير حيكون فيه توضيح للحدث هذا اللي حصل وهذا أمر مهني أمر احترافي لازم منه بالتأكيد هذا ما كنت أقصد طيب خلونا نستكمل محاورنا كذلك مرة ثانية الحديث كان حامي خلال 24 ساعة بشكل خاص الماضية حول اللاعبين وعقود اللاعبين استكمل محاورنا أعزائينا المشاهدين